طيب هناك تغطية إعلامية للأحداث الجارية في غزة وإن كانت بشعة وإن كانت حقيرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي لكن السودان يعاني من غياب التغطية الإعلامية لماذا برأيك؟ الحرب على غزة مثل ما تفضلتم لقيمة وأهمية الصراع في فلسطين جعل الأنظار تتجه إلى هناك إضافة إلى ذلك فإنما يحصل في غزة هو مظلمة بامتياز وهناك شعب محاصر منذ 16 أو 17 سنة لا يدخله إلا القليل والفتاة من المواد الأساسية ومن الغذاء والماء والدواء وهو محاصر من كل الجهات في حين أن السودان هو بلد مترامي الأطراف ويفتح على عديد البلدان ويفتح على البحر وله منفذ جوي بالتالي يعني الناس عادة ينظرون إلى أن ما يحصل في غزة هو أكثر استهدافا للإنسان منه في السودان طيب لماذا يتجاهل المجتمع الدولي للسودان بهذه الطريقة؟ يعني هناك حديث حتى في الإعلام الدولي عن غزة وإن كانت دون حراك حقيقي دون ردة فعل على أرض الواقع أو دون ضغوطات حقيقية تكبر نتنياهو على إيقاف الحرب لكن في السودان لا بواكي لهؤلاء الضحايا نعم الجهة التي استهدفت السودان وهنا لا داعي في إعادة تكرار تسميتها الجهة التي تقف وراء استهداف السودان وقام بمقاضاتها ورفع الأمرها إلى مجلس الأمن الدولي هي جهة فاعلة وتضع يدها على عدد كبير جدا من وسائل الإعلام إما بصفة مباشرة أو تشترك مع فاعدين دوليين آخرين في السطوة ووضع اليد على وسائل الإعلام تلك بالتالي لا نسمع ركزا لما يحصل في السودان كنتيجة للتعمية ولغض الطرف الذي تمارسه وسائل الإعلام تلك في مقابل جرائم للتحصل في السودان